تسجيل بيانات المسافرين من قبل شركات النقل وتحويلها إلى السلطات الوطنية سيمكن من استباق تنقل المشتبه في سلتهم بنشاطات إرهابية وجرائم خطيرة وتحييدهم أو ملاحقتهم وحصل الاتفاق على خلفية اعتداءات باريس ويضع حدا لجدل دام سنوات لدينا اليوم قرار وهو التزام قوي وسيتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن سألت وزير الداخلية الفرنسي إن كان تسجيل بيانات المسافرين لو توفر سيحول دون ارتكاب اعتداءات باريس فرأى بأن النظام لو وجد لحال دون اعتداء مهدي نيموش على المتحف اليهودي في بروكسل في شهر مايو من العام 2014 وكان نيموش وصل إلى بلجك عبر ألمانيا أتيا من جنوب شرقي أسيا لو تمكنت دول الأعضاء من رصد تحركات المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية وتوجههم نحو أوروبا فإن ملاحقتهم قضائيا تصبح ممكنة بمجرد عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد بفضل آلية تسجيل بيانات المسافرين والقرار يقتضي احتفاظ السلطات الوطنية بالتسجيلات مفتوحة من دون إخفاء أي جزء منها مدة ستة أشهر ثم تحجب الهوية ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات خمس سنوات قبل محوية وتشمل التسجيلات بيانات كل المسافرين الذين يصلون أو يغادرون أو يعبرون تراب الاتحاد الأوروبي حصلنا على التزام قوي من كافة الأعضاء من أجل أن يشمل نظام التسجيل بيانات المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي بما فيها رحلة تشارة وهذا كان من طلباتنا الملحة القرار يحضر تسجيل البيانات أو فهرستها على أساس عرقي أو ديني أو سياسي كما يسمح بتبادل المعلومات بين أي من دول الاتحاد ودولة أخرى بشأن الشخص أو الأشخاص المشتبه فيهم وزراء الداخلية أقر إجراءات مكافحة تهريب الأسلحة خاصة من منطقة البلقان وكذلك فرض مراقبة الحدود الخارجية بالنسبة للمسافرين الأوروبيين وغير الأوروبيين مرودين الفريدي العربية بروكسل